موضوع المذهب السني ما راح تلقى لك مفردة على لسان الأخوة المعترضين لماذا؟ نهائيا لا لا نهائيا ماكوا اعتراض لا سمعتهم شعاراتهم مثلا فقط المذهب الجحري طبعا بالتأكيد ليش تسمح لي خليني حتى أستدرك بالحديث من تروح على مثل ما انت تفضلت في بداية الحلقة للأستاذ محمد جمعة ولو أنا أرفضه يعني شخص صنعت الحوار لكن حتى يسمع من عندي فتفكرة معينة أولا رجل القانون لا يفترض أن يقحم نفسه ويزوج نفسه في قضايا للتعرض لمذهب معين أو ديانة أو معتقدة معينة من خلال عملية من خلال عن حكم قانوني متصل لحكم شرعي فشلون ما يتحدث عن الدين وعن المدد أولا عملية تسويق عملية تسويق الآراء الكذب والتدليس وإيهام الرأي العام وإيهام المجتمع وإيهام المجتمع من خلال قصة الجواري ومن خلال عملية الاعتراض على أفكار ورؤى شرعية وتشريعات سماوية ودينية بحجة أنه مدافع عن حقوق المرأة ومنحاس إلى قضية المرأة وبهذه الطريقة وبهذا التسخيف والتوهين والجواري ويصف عملية زواج المتعة بأنه الجواري ويقول بأنه سوف يكون هناك تشريع في هذا القانون من خلال عملية عاقل زواج محكمة وعاقل زواج متعة هذا الكلام هو الكذب بعينه هو التدليس بعينه أنظر للمدونات الأحوال الشخصية في لبنان في الكويت في البحرين